صباح الخير صباح الورد صباح السعادة طلابنا طلاب الخامس العلمي نرحب بكم بالمحاضرة الثانية من محاضرات الفصل الثالث طبعا احنا نقولكم صباح الخير والسعادة والحب لان نصور المحاضرات الصباح وقت فراغمة فانت اذا تشوفها بالنهار نقول لك مساء الخير والسعادة والحب هل من طلاب محاضرتنا اليوم محاضرة كلامية وسهلة وقصيرة يعني يمكن اقصر محاضرة حتكون عندك بمنهاجك مو بس بالفصل الثالث اوكي انت عندك محاضرات الفصل الثالث هي حتكون سبعة او ثمانية راح نستمر لكم الى ان نكمل الفصل اكيد بس هي حتكون اقصر محاضرة بالفصل وتقريبا اقصر محاضرة بالكتاب كله او بالمحاضرات كلهن طلاب موضوعنا اليوم طبعا احنا فصلنا شنو الجدول الدوري كيميال عناصر الانتقالية الفصل الثالث طبعا الفصل الثالث محاضرة 2 المهم الفصل الثالث محاضرة 2 دورية الخواص في الجدول الدوري أنا عندي خواص في الجدول الدوري يابا جقد مهمة أولي جقد مهمة جقد عليها شرحيات جقد عليها مسائل جقد عليها مسائل لازم تجي من المحاضرة الجاية إن شاء الله محاضرة 3 ومحاضرة 4 سندرس المسائل المتعلقة بهذا لي طبعا هنه جقد أنت تشوفهم 6 بس لنه مو 6 هنه جقد هنه 7 هسه أجي أقول لك المهم هذني 7 أو 6 أنت تشوفهم 6 أو 7 كل واحدة من العلم بهين تعريف تحفظه وبها فد تعليل قصير فد فراق قصير أحفهمكم عليها هسه بهذه المحاضرة انتهينا معلها ها هي تنتهي المحاضرة من المحاضرة الثالث إن شاء الله رح نأخذها ورا هاي المحاضرة رح أعلمكم شون تجي المسائل ورح أطيكم أكو أشياء بها مهمة رح نكتبها باللون بالنفسجي أشياء مهمة بهذني الستة أو السبعة تحفظها كل زين مثل اسمك لأنه بالمحاضرة الجاية رح تحتاجها وذكرك أقول لك تذكر من قتلك أكو حتي حوطة بلون بالنفسجي أو لون برتقالي هسه سوي ك وقتلك رح يجيك بالمحاضرة الثالثة أنت تقول لا ما أذكر أقول لك أرجع وشوف المحاضرة الثانية وضبطها كل زين يلا تجي على الثالثة المهم طلاب إحنا من غد نقول لكم شي صعب وهاي ما عدنا شي صعب إحنا شفت الفصل الأول كملنا الفصل الثاني كملنا الفصل الثالثة إن شاء الله رح نبدو بيون كملة ما عدنا شي صعب إحنا نحفظ ونفهم كل شي داخل القاعة ترددون وياي حتى لو أنت قاعد وحدك ردد وياي بقلبك أو ردد وياي بصوت شوين ناصي إذا أنت تستحيل مثلاً هو ما بيها شي عالي وتسجلوا لها كل شي وتتابعوا لها كل شي شارك المحاضرة يا صدقائك توصل للعفاء ماشي طلاب عندي الحجم الذري الحجم الذري هو نفسه منه نصف القطة عندي الحجم الذري هو نفسه منه نصف القطة علي هو نفسه منه أبو حسين أبو حسين بدي شاهدنا أبو حسين علاوي علي لقبه أبو حسين أبو حسين منه هو علي نفسه سجاد سرمد هو نفسه سجاد المصور انا مرات اقول سجاد سرمد هو ه Bronco ثم dato لقال سجاد لمصور هو سجاد سرمد و Hastما耐د سجاد لمصور هو هbat فالحجم الذري هو منور نصف القطر هدعون من ذلك пл vård لماذا كنا açık الحين على هذه الشحان لان طلاب ينسوا ه penthouse مرات يسير لك على نصف القطر يهلا شايفا لازغ psal قصا الحجم الذري هو نفسه نصف القطر هذه نصف القطر طاقة التيون العلفة الإلكترونية الكهر السلبية الخواص الفلسية واللافلسية طيف اللهب فهو سيجيك مثلا كسؤال عدد دورية الخواص في الجدول الدوري الحجم الذري بين قوس نصف القطر طاقة التأيين القطار الفلسية واللافلسية طيف اللهب حفظه نعيني الستة نحن ذهبا هذا واحد طاقة التأيين الالف الإلكتروني الكهرة السلبية الخواص الفيليزية والخواص اللافلة الغزية هاي نقطة 2 هاي نقطة 2 هاي 4 وهاي 5 وهاي 6 وغيرين له We're Beingalds سبعة فهذول Though أما عدة طيف اللّهب هذو ال 6 الحجمة الذرية و طاقة التأيين والالف الإلكتروني والكهرة السلبية الخواص الفيليزية عليهم مسائل المحاضرة الجاية عليهم مسائل بالمحاضرة الجاية رح نسوهم مقروبين هم مو ستة رح نسوهم مقروبين اثنين سواء واربع سواء هسه نبدي نعرف شنوء التعريف مال دورية الخلاص الدوري او دورية الخلاص في الجدول الدوري اول شي عندي تعريف الحجم الذري او نصف القطر الحجم الذري او نصف القطر نقرأ سواء وهو نصف المسافة بين مركزي ذرتين متماثلتين في البلورة وتقاس في استخدام عشقة سينية اتوقف لي الحد بالازرق شنو يعني نصف المسافة بين ذرتين متماثلتين زوهم لي احدانا انا عندي ذرة الهيدروجين اللي هو اشتو ذرة الهيدروجين منه اشتو مو عبارة عن اتش وعبارة عن اتش اخرى يعني هاي ذرة اتش وهاي ذرة اتش بالنصف كنوات اكيد بالنصف كنوات غلافة بيه الالكترون غلافة بيه الالكترون هاي نصف هاي المسافة بين هاي النوات وهاي النوات هو هذا الحجم الذري وهو نصف المسافة بين مركزي ذرتين متماثلتين اكيد متماثلتين هاي اتش وهاي اتش اللي يقول لي مو متماثلة هذا يعني يريد يضوجني قوة هو اتش و اتش جاي من اتش و طبعا متماثل هذا الاتش و نفس هذا الاتش واخذناها احنا بالفصل ثاني انتو و اتو مو اتشتو ذني العل النقية مع الاصرة التساهمية النقية مماثلة نصف المسافة بين مركزي ذرتين متماثلتين نصف المسافة بين مركزي ذرتين متماثلتين تقاص بالاستخدام اشعة السنية اشعة السنية لانو عندي مسافات اصغيرة فتقاص بالاستخدام الاشعة السنية هاذا ال الفيards جاي تحفظ كل زين لانعلية مسائل بلمحاضرة before hearts قيت لك عليا قلت لك علي قلت لك اكو حشي راح نحوطه اليك ليش تحفظ كل الزيان لانه بالمحاضرة الجاية راح اسألك او واحد تحتاجه زيان هو ليش كاتبه هنا لان هو من ضمن التعريف هو من ضمن التعريف فالتعريف ماتي كله يبدي من الازرق انتهي هنا بالمسجي يعني ذريده عرف الحجم الذري كله شكله وهو نصف المسافة بين مركزي ذرتين متماثلتين القرويانه وهو نصف المسافة بين مركزي ذرتين متماثلتين في البلورة وتقاس باستخدام العشاء السينية وتقل انصاف الاقطار الذرية في الدورة الواحدة بزيادة عدد الذري وتزداد انصاف الاقطار الذرية في الزمرة الواحدة بزيادة عدد الذري يعني شون الدورة واحدة وزمرة واحدة؟ يعني عندي الدورة الأولى والزمرة الأولى؟ لا يعني أنا عندي ثلاثة عناصر أو عنصرين كلهم بالدورة الثانية أو كلهم بالزمرة الثانية فهاي يسموهم ضمن دورة واحدة ضمن دورة واحدة فأني من المحاضرات الجاية الثلاثة وأربعة راح أعلمكم شون تحددون العناصر هذا كلهم دورة ثانية كلهم دورة ثافة كلهم زمرة أولى كلهم زمرة ثانية وهكذا فهو شي يقول لي يقول لي إذا العناصر مشتركة ضمن دورة واحدة تقل الأنصاف كلما زاد العدد الذري يعني سأني دورة ثانية وعندي واحد دورة ثانية أو عاني دورة ثانية وسجاد دورة ثانية آني دورة ثانية وسجاد المصور دورة ثانية آني العدد الذري ماتي عشرة وسجاد العدد الذري ماتي ثمانية هو سجاد أكبر مني هتقولي شون أكبر منك يا ساد هو ثمانية وانت عشرة اي هو أكبر مني لي اشتنين ثانية نظر من دورة واحدة تقل أنصاف الأقطار الذرية في الدورة الواحدةolan يعني كل ما زيد أنصاف أقطار الذرية assassin فهنا القليل هو الأكبر هذا إن شاء الله المحاضرة الجاية نعلمكم عليكم وتزاد أنصاف الأقطار الذرية في الزمرة الواحدة به زيادة SAR يعني إذا أنا الزمرة ثانية سجاد الزمرة ثانية وأنا عشرة وسجاد الثمانية أقول إلا أنا أكبر ليش؟ لأن هنا زمرة فأنت لديك دورة나 زمرة؟ هذا بالنسبة لمن الحجم الذرية؟ تعرف كative ... وهو نصف المسافة بين مركزين ذرتين ومتماثلتين في البلوغة وتقاس عليه الاستخدام الأشعة السينية وتقل أنصاف الأقطار الذرية في الدورة الواحدة و تز just the item in 10s بالزيادة العدد الذرية عندي اثنين طاقة التأيين طاقة التأيين طاقة التأيين شنو تعريفه وهي الطاقة اللازمة لانتزاع الالكترون أخذناها بفصل ثالث طلاب أخذناها بفصل ثالث قلنا الطاقة اللازمة اللي تنزع الالكترون من ذرة زين سؤال إذا آني ذرة وعندي الالكترون واحتاج يحتاجون مني الالكترون يحتاجون مني الالكترون فشي يحتاجون يحتاجون طاقة حتى انطيهم هاي الالكترون حسنا إسمى طاقة التعيين مثنا سأ ضغيره هذه الإلكترون ما يكون شحنتي موجب لو سالب لو بأن متغير الشحنة الذي قال موجب على أشتئلة وفيما الآخر ruth والذي قال متغير الشحنة schlim طلاب أنا فقدت أنا فقدت أخذناه من الفصل الأول الفقدان هو موجب الاختساب هو ساليب أنا فقد استيقظت الإلكترون فاش راح أكون هكونأي بأبي هكونأي عمر موجب وهي الطاقة اللازمة لانتزاع الإلكترون من ذرة متعادلة ماكوشي فوقاية لا موجب ولا سعلب لا ماخذ ولا منطي اجوا واخذوا مني الكترون راح اكون ايون موجب وهي الطاقة اللازمة انتزاع الكترون من ذرة متعادلة في حالتها الغازية وتكوين ايون موجب تكوين ايون موجب وتقاس بوحلة الالكترون فولت تقاس بوحلة الالكترون فولت تحفظها كفراغ تحفظها كفراغ شفت قلت لك هكو فراغات رح تجي همين ضمن العلمكم عليها وتزاد هذه الصفة في الدورة الواحدة بزيادة عدد البري يعني انا حاليا دا اشتغل على طاقة التعييم انا ضمن دورة ثانية وسجاد ضمن دورة ثانية انا عشرة قلنا وسجاد ثمانية او انا ثمانية عفوا سجاد عشرة وثناتنا دورة ثانية انا الثمانية اقل من سجاد العشرة حتقول لي ليش او احنا قلنا انا انا العشرة انت العشرة انت الثمانية انا الثمانية المهم احنا دورة ثانية انا وسجاد دورة ثانية انا عدد الذري ماتي عشرة وسجاد عدد الذري ماتي ثمانية فاذا طاقة التعييم ضمن دورة واحدة الشبير هو الشبير يعني انا العشرة هو الاكبر شوف تزاد هذه الصفة في الدورة الواحدة بزيادة عدد الذري وتقل وتقل في الزمرة الواحدة بزيادة عدد الذري يعني اضعاني زمرة ثانية وسجال زمرة ثانية سجال يكون اكبر بالرغم انه هو ثمانية ليش نين ضمن زمرة واحدة يعني عكس الحجم الذري بلا خلينا نباوع وتقل انصاف الاقطار الذرية في الدورة الواحدة وتزاد هذه الصفحة اللي هي مني طاقة تيون في الدورة الواحدة في الدورة الواحدة بزادة يعني ايه والله عكس منه عكس الحجم الذري يعني هذولة واحد ضد الاخ هاي او اثنين عرفناهم هذا منها الجهة وهذا منها الجهة اه اوكي اوكي يعني اني عندي كتعريف طاقة التأيون اذا قل لي عرفه وهي الطاقة اللازمة لانتزاع الكترون من ذرة متعادلة في حالة الغازية وتكوين ايوم موجب وتقاس بوحدة الالكترون فولت وتزاد هذه الصفحة في الدورة الواحدة بزيادة العدد الذري وتقل في الزمرة الواحدة بزيادة العدد الذري كما في المعادلة الاتية شوف هذا شنو فوق اكو شحنة اكو فوق شحنة موجب لا اكو فوق شحنة سالبة لا لجتها طاقة لجتها شنو طاقة راح يفقد الالكترون شي يكون ايوم موجب وشي ينطي ينطي الالكترون سالب هاي المعادلة تكتبها هميا ضمن التعريف يعني يسا اذا عندي مثلا باوع اذا عندي مثلا F او خلنا نقول B 5 الخمسة الالكترونات صارة به الجهة صار به هالترثيب مو؟ خلنا هذا طاقة وشي يصدو يصدو ب موجب زاد الالكترون هاي المثال بعض الحقةabile ليتحفظ يقولewcha عندي 5الكترونات من جثل الطاقة صار عيون موجب صار عيون موجب وفقد الالكترون هذا بالنسبة ليمن وفقد طاقة التعيون touch بالنسبة لطاقة التأيين نجح على تعليم المهم تكون طاقة التأيين الثاني أكبر من طاقة التأيين الثاني بس خلال جيب قلم وجه عني عندي ذرة عندي كم الكترون أحد تقولي السادة عندك أربعة الكترون حسنا خلال جوي رادوا مني الكترون يردون مني الكترون أقول لي انطيني طاقة إذا انطاكي الكترون وانطيني طاقة فقدت الكترون خلال جيب قديم لطاقة أقول لي انطيني طاقة وكن أكبر من الأولى عم أني رجب قليم لطاقة إذ تصير المحاضرة، برد إذهب 3 أقلام فقال لي إلى ما crédtime فاللادني بهذا أقرأ لي الطاقة بعد أبغاء الجهد أكبر فالجهد يقول يحاول بعد أكبر من الطاقة الأولى والمقعد أن تواجه كما أن يكون أن أدرك الأل sert إذا أرد بعد يستطيع طاقة أكبر من اليوم و الثاني إذا أردت أنا أفقد اليوم delightful يستطيع الشكل أكبر من اليوم يعني السنتي شنو؟ السنتي جنواني الذرة بيه شحنة موجبة والالكترون شنو شحنته اكيس سالبة فهذا القريب من يمي كلش مجلب بيه وهذا اوكي مجلب بيه بس شوية طاقة اقل والثالث مجلب بيه هنا انا والرابع مجلب بيه فالاخير اوكي هو هم مجلب بيه وجاذب عني بس الطاقة ماتة مو كلش قوية للجذب فيطلع بسرعة الثالث لا طاقة راح تكون اقوى طاقة الجذب ماتي حتكون اقوى لان قريب من يمي فراح يفقد طاقة من رح ينفقد راح يبذل طاقة اكبر يلا ينفقد وهيش فشو يقول لي يقول ليش طاقة التأيين الثاني اكبر من طاقة التأيين الاولى يعني بابع انت مو عندك هاي طاقة التأيين الاولى صارت هاي صارت شنو؟ نجيب البرتقال صارت طاقة تعيين اولى زين الى اراد يفقد بعض شي سر مو يصر هو اربعة وينطي طاقة ينطي طاقة تجي طاقة عفوا شي سر بيه موجب اثنين زادا همين الكترون مثلا فهاي طاقة تعيين اثنين هاي شبيه هاي طاقة تعيين اثنين اكبر من طاقة تعيين الاولى ليش هو قللي بالتعليل تكون طاقة التأيين الثاني اكبر من طاقة تعيين الاولى اقول لان شحنة النواة الموجبة تجذب الالكترون الثاني بقوة اكبر شفت قلت لك هم هذول الاربعة انا اربعة تمجاذبهم بس هذول سيرن بالاخير شوف هذا اكثر واحد مجذوب هذا فشي يقول لي لان شحنة النواة الموجبة عني الذرة اللي بيه نواة موجبة تجذب الالكترون الثاني بقوة اكبر من جذب الالكترون الاول اوكي نعيد التعليل نقرس هو لماذا تكون طاقة تعيين الثاني اكبر من طاقة تعيين الاولى لان شحنة النواة الموجبة تجذب الالكترون الثاني بقوة اكبر من جذب الالكترون الاول وقيمة الالكترون فولت صغيرة جدا وهي تجي كفراغ 1.6 في 10 سعى 19 جول لماذا قال يجول ؟ طبعا قال يجول لان الالكترون فولت هي طاقة طاقة التعيون ليس طاقة التعيون كل طاقة تقاسب وحدة الجول مهما كان الطاقة فيزيائية طاقة كهربائية طاقة مغناطسية تقاسب وحدة الجول كل الطاقات تقاسب وحدة الجول لنأخذ ثالثة وحدة من عدهم والبقيات بقى لان كراس البية والكراس الفليزية ولا فليزية والطيف اللهم بتصبر الثانية ان شاء الله الالف الالكترونية صديقة طاقة التعيون بس عكسها بالتعريف ماذا يعني صديقتها؟ صديقتها من طاقة التعيون والف الالكترونية يعني ثانث المؤنث الالف الالكترونية صديقة طاقة التعيون بالحجل الحجل البنسجي أهمية تزاد في الدورة الواحدة بزيادة العدد وتقل في الزمرة بزيادة العدد لذلك الالف الالكترونية ما تعريفها؟ وهي مقدارة الطاقة التي تنطلق يعني هنا أني أكتسب طاقة وأنتضي الالكترون لعن هنا ما هم أني سأنتضي طاقة وأحتاج أكتسب الالكترون عكس هذا الضبط وهي مقدارة الطاقة اللي تنطلق من الذرة المتعدلة أنا همة أنت الذرة المتعدلة رح أنطيهم طاقة هالمرة وأحتاج أكتسب إلكترون فللس quieter سعر سعر ليش؟ لأن اكتسبت وهي المقدارة الطاقة اللي تنطلق من الذرة المتعدلة في الحالة الغازية قبل كنت حال الغازية لكن عندما اقتصبت الإلكترون يمكنها عيون سالب عذراً طلاباً كنت مكرر عندما تكتسب الإلكترون كررت بالغلط التعريف من الألف الألكترونيين عيدة من البداية وهي مقدار الطاقة التي تنطلق أنا ذرة متعادلة عندما طاقتني أقتصبت الإلكترون مكونت الروحي لعيون سالباً لأنك اقتصبت وهي مقدار الطاقة التي تنطلق من الذرة المتعادلة في الحالة الغازية عندما تكتسب الإلكترون مكونة أيون سالب ها هي انتهى التعريف وضيف الحشي اللي بالبنسجي شي يقولي وتزداد الإلف الإلكترونية في الدورة الواحدة بزيادة العدد الذرة وتزداد هذه الصفر اللي هتقدم في الدورة الواحدة بزيادة العدد الذرة وتقل في الزمرة الواحدة تقل في الزمرة الواحدة بزيادة العدد الذرة يعني ذول الثانيين عكس الحجم الذرة لنرى الباقيات كلهم عكس الحجم الذرة لو أكوا واحد ويا بعد فتزداد الإلف الإلكترونية شوكت في الدورة الواحدة شوكت في زيادة العدد الذرة ولكنها تقل في الزمرة الواحدة بزيادة العدد الذرة هاي بالنسبة الى الالف الالكترونية كما في المثال الاتي شوف هاي ضرة متعادلة اكتسبة الالكترون صارت عيون سالب وانطط طاقة يعني شان عندي مثلا شايف الكلور الكلور هو شنو هو سبعة غلاف الخارجي بسبعة فراح يجيها الالكترون اوكي شاح الصرح اصير كلور سالب زائدا طاقة هاي شون هذا المالبورو ما اخذنا ما يحتاج تحفظه بس تحفظ هذا المعادلة تكتب هوية التعريف اذا اجال كتعريف هذا بالنسبة الى المنطلاب بالنسبة السابرو الاولى اخذنا شنية دورية الخلاص الدوري اللي هنا هذان الستة او السبعة اخذنا تعريف الحجم الذري والوحج العليق قلنا لازم نحفظ كل زين واخذنا تعرف طاقة التأيون وهذا الكلام همين ينحفظ واخذنا تعليل واخذنا الالف الالكترونية وهمين هذا الكلام لازم ينحفظ وينفهم كل زين ابقى متابعوا لي وحاخذلك منه بعد كرة سلبية خلاص فلزية ولا فلزية واكم قارنة بيناتهم وطيف اللهب تعريف وطيك همين تعليل عليه ابقى متابعوا السلام عليكم طلابنا من جديد بالصبورة الثانية من هذه المحاضرة اخذنا شنو اخذنا الدورية الخواص الدوري في الجذول الدوري عفوا هنه هذان الستة وعرفنا اول ثلاثة من العثن راح نعرف السن رابعا الكهرة السلبية شن يعني الكهرة السلبية وهي قدرة الذرة في الجزئات على جذب الالكترونات نحوها من ذرات اخرى مرتبطة معها بآسرة كيميائية يعني عندي ذرة مرتبطة مع ذرة مو واحدة تفقد واحدة تكتسب اخذناها خصوصا بالآسرة الايونية بالفصل الثاني حتقول لي ايسا فهاي اللي تجذب الالكترونات نحوها هي هاي سموها كهرة سلبية فتعريف كهرة سلبية نقراسوة وهي قدرة الذرة في الجزئات على جذب الالكترونات نحوها من ذرات اخرى مرتبطة معها بآسرة كيميائية صديقة طاقة التأيون والالف الالكتروناتها هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فهذا همين الكلام اللي بالبنفسجي همين عليه مسائل بالمحاضرة الجاية لازم تفهمه وتضبطه كله الزين باوع طلاب اذا قللك عرف تعرفه كله قللك المحاضرة الجاية من عليها مسائل تحتاجه لتحفظ الكلام بالبنفسجي وهم راح افهمكم عليه ان شاء الله شي قلي وهي قدرة الذرة في الجزئيات على جذب الالكترونات نحوها من ذرات اخرى مرتبطة معها بأسرة كيميائية ثانا والزارات تزداد هذه الصفر في الدورة الواحدة بزياده العدل الذردي وثانا تقل في الدورة الواحدة بزيادة العدل الذردي نجعل الخلاس الفلزية واللا فلزية. خواص فلزية شن يعني فلز? خلي ببالك انه فلز رح ناخد حديد. الحديد هو شنو هو فلز? الحديد الى مظهر لمعه له بريق معدني. الحديد يوصل حرارة. الحديد يوصل كهرباء. الحديد الى درجة انصهار وغليان عالية. يعني اني بسرعة بس اخلي الحديد عن نار او اعرض على مثلا جداحة يبدي انصهار? لا. يتحمل حرارة وانصهار عالية. درجة انصهار وغليان عالية. شن يعني غليان ؟ غليان يعني الحديد يجلي يبدى انصرو بخر. زين هذه تحتاج جيدة حرارة تحتاج كل شيء هو حرارة. وبعد يكون صلب. يكون صلب. الى الافل الزية مثل منه? مثل الزجاج. مثل الزجاج. ما الا بريق معدني. ما الا بريق معدني. ما يوصل حرارة ما يوصل الكهرباء. يكون هش. مو صلب يكون هش. وبعد ما يتحمل درجة نصهار غليانه عاليه. لها بريق معدنيه كفلزيه ليس لها بريق معدنيه. لها توصيل حرارة الكهربائي وتكون صلبة. غالبا ما تكون هشة. درجة نصهارة وغليانها عاليه درجة نصهارة وغليانها ونخفضها. اوكي? هنا طبعا ما قال لي غالبا ما تكون هالشيء تقدر مثلا اضيف او مضيفها بكيفك عادي هو ما رح ينقصك لان هي المقارنة ما تكبل الكتاب تقول لي وليس لها القدرة على توصلك حرار وكهربائي مثلا ولا ما تريد تكتبها بقية هالشيك العالي عندي ستعريف خاص في الهزي ولا في الهزي زينها شنو السادس اتقدت لنا كم شرحيات وفهمكم عليها يعني سهنا المقارنة وهنا تعريف هل نرى المقارنة بها ربط من التعريف لو لا بها ربط فمن الهزي كان هناك كلام جديد لو لاي pasti ريح인 policy هالذي خاص في الهزي وهي لعناصر التي لها بريق معدني وتكون موصلة جيدة لحرارة وحرارة ولكهرباء ولها درجة انصهار ذليان عغdefense وتكون لها توصيل حرارة وكهربائي ولكهرباء ولّكي انصهار رليان عszych وبعددة صلبة وهذه هي deals يعني نفس الشيء مثل F-E هو الحديد و C-U هو النحاس والخواصف الالزية عكسها وهي العناصر التي ليس لها بريق معدني ولها درجة انصهار وغليان منخفضة وتكون حشة مثل الكربون والكبريت نقرأ الخواصف الالزية واللا في الالزية سوى لها بريق معدني ليس لها بريق معدني لها توصيل حرارة وكهربائي عالي وتكون صلبة لها درجة انصهار وغليان عالية ودرجة انصهار وغليان منخفضة تعريف الخواصف الالزية وهي العناصر التي لها بريق معدني ولها القدرة أنا فاهمها قدمت وأخرت تعريف الخواصف الالزية وهي العناصر التي لها بريق معدني ولها القدرة على توصيل حرارة وكهربائي وتكون صلبة ولها درجة انصهار وغليان عالية يجوز مونسي بالضبط بس عادي قدمت أخرت كلامي صح مثل F.E.C.O. دا عرف الخلاص اللي فلزيها وهي العناصر التي ليس لها بريق معدنية وتكون هشة ولها درجة انصحة وغلان منخفضة مثل منو مثل C.O.S. اللي هو كاربون وكيفريت كاربون وكيفريت تعال yo تغني أخذنذ أشباه الفلز لازات سابقا قلنا لم يح 1700 نقسم العناصر إلى فلز لازات لا الفلز لازات ليحسب Steve له من preference عناصر تسمونها أشباه في لازات هذا الشبية تCUلح ان تترضوها درجة لازات فعالưa يتصدد بذلك تحين أن تذهب منه فأكو في الشيء اسمه أشباه فلزات هذا يجمع بين هذا الخواص وهذه الخواص يعني تعريف أشباه الفلزات شنو وهي العناصر التي تكون بين الصفات الفلزية والصفات اللافلزية كما في B و SI SI هو سيليكون و B هو بورب بور قلت لك همين أكو كلام تحفظه هذا ها بيبغا تقرأ لي تحفظه شتقل لي ففي الدورة الواحدة تقل الخواص الفلزية وتزاد الخواص اللافلزية كلما زاد على الذري أما في الزمرة الواحدة أما في الزمرة الواحدة تزاد الخواص الفلزية وتقل الخواص اللافلزية كلما زاد على الذري يعني شنو بالدورة الواحدة تقل خواص الفلزية وتزاد الخواص اللافلزية يعني الفلزية ويامن ويه الحجم الذري إذا تذكرون الحجم الذري أخذناه أول شي قل لي كلما يزيد العدد الذري كلما يقل بالدورة الواحدة إنها الفلزية وياها الفلزية وياها واللافلزية والكهرة السلبية والإلكترونية وطاقة التأيون أربعتهم سوى وهذا خواص فلزية وحجم ذري سننسيوا معكم من محاضرة الجاية جدول تخليك تحفظهم وتضبطهم كل زيان طلاب بالدورة الواحدة تقل الخواص الفلزية باوع وتزاد الخواص اللافلزية أكيد إذا هذا يقل ذاك يزيد كلما زاد العدد الذري في الزمرة الواحدة تزاد الخواص الفلزية وتقل الخواص اللافلزية كلما زاد العدد الذري زي عندي سؤال شو يقولي كيف تتدرج الخواص الفلزية واللافلزية في الجدول الدوري؟ الحل عيفا فراغ أحد تقولي أستاذ وين الحل؟ الحل أني صرت شنو صرت خبيف ما أكتب لكم الحل؟ شو تقول سجارة أكتب لها؟ الحل هذا الحل هذا هذا كله ينزل هنا هذا كله ينزل هنا بس ما يحتاجش تقول لي فيه تقول لي فيه في الدورة الواحدة تكمل لي لحد الحجم هذا الحل ينزل هنا بهذا الشكل مال أشباه الفلزات هاي تعريف أشباه الفلزات وتعريف الحجي اللي نحفظه شو تتقلد خواص الفلزية واللافلزية طيف اللهب سادسا طيف اللهب طيف اللهب يعني شنو؟ يعني إشعاء يعني طيف يعني ضوة هو إشعاء الكهرومغناطيسي الذي يظهر نتيجة تحرر طاقة هو الإشعاء الكهرومغناطيسي الذي يظهر نتيجة تحرر طاقة بسبب انتقال الإلكترون من مستوى الطاقة إلى مستوى طاقة آخر ويكون المصحوب دوله يكون المصحوب دوله وله وطوا موجه لتردد محدد ولكل عنصر طيف مميز خاص به طلاب هالعني طيف اللهب هو الإشعاء الكهرومغناطيسي هو الإشعاء الكهرومغناطيسي الذي يظهر نتيجة تحرر طاقته بسبب انتقال الإلكترون من مستوى الطاقة إلى مستوى طاقة آخر ويكون المصحوب دوله ولتردد محدد ولكل عنصر طيف مميز خاص به آخر سؤال أو Executive آخر تعليل يأجيك سؤال أو أعلل. أنا كاتب لك علل ربما ما هو ممكن يأجيك السؤال. بدلت فعلل يقول لك سؤال كيف يمكن أو أعلل كيف يمكن الحصول على طيف العنصر وهل يظهر طيف العناصر عندما تمنطس طاقة أو تبعث طاقة؟ يقول لي ما كيف نحصل على طيف العنصر؟ وطيف العنصر شو كنت يصير لما أنتص طاقة لو لما أبعث طاقة؟ طبعًا هاي انتصاص طاقة ومبعث طاقة راح تأخذوها بس سعدة عم يفاصل الأول ما الثرمو دايناميك أهلا يحن نحك بيها زيان الحل وذلك بوضع العنصر أو بخاره في إنبوبة التفرغ الكهربائي إنبوبة التفرغ الكهربائي حيل خدناها بفصل أول أول محاضرة وضع العنصر أو بخاره في هذه إنبوبة تحت ضغط منخفض وتسليط جهد كهربائي عالي هم سلطنا جهد كهربائي عالي فيمتص طاقة وتتهيج ذراته ويرتقي إلى مدار أعلى وعندما يعود إلى مداره فيفقد تلك الطاقة على شكل طايف خطي يعني باغ يقول لك نجيب العنصر أو بخار العنصر في إنبوبة التفرغ الكهربائي ونسلط على الكهربائي فشن رح يرتفع إلى مدار أعلى ثم من ينزل من ينزل من الطفل الكهربائي مو ينزل يعني هو سعد مو ينزل رح تقل الطاقة ماته يعني الكهربائي راحت ويبعث شنو يبعث الطاقة على شكل طايف خطي الطاقة اللي يبعثها اللي هي كانت بيه طاقة انتص طاقة من الكهرباء مو بعث الطاقة راحت من عندك كهرباء بعث الطاقة على شكل طايف خطي أوكي هذا بالنسبة لهذا السؤال أو العلل وهذا الحل ما اتبه الشكل ماشي طلاب شا أخذنا هسه أخذنا تعرفي حجم الذر نصف القطور ذيكال السربوغة وطاقة التأيين والعفة الإلكترونية أخذنا هسه كهو سلبية خواص فلزية ولا فلزية مقارنة بينهم طايف اللي هب وقلت لك أكون مقارنة هاي المقارنة وكو هذا تحفظه كالسؤال وهذا تحفظه أكيد الشرح وتحفظ هذا التعليل الأخير مع الطايف اللي هب هاي كانت محاضرة رغم ثنيا إن شاء الله تكون واضحة وإن شاء الله فهمتو زيان عندنا سؤال واجب راح يندرجع هنا أنا أكيد كالعادة يعني قلنا كل محاضرة أكون سؤال واجب هذا السؤال الواجب الظاهر راح ترسل لي حلك على التليجرام همين هنا أنا ظاهر وأكيد أكيد إحنا مستمرينوا ياكم وإن شاء الله نكمل لكم المنهج باي باي